منذ زمن توصل العالمان فرانك وستارلينغ لمجموعة من الأفكار التي ترتبط بآلية عمل القلب ولا تزال النتائج التي توصلا إليها مستخدمة حتى يومنا هذا في هذا الفيديو ستتعرفون على العلاقة بين الضغط والحجم سأبدأ من هنا من منحنى الضغط والحجم هذا هو الضغط على المحور العامودي والحجم على المحور الأفقي وتعلمون أن P يشير إلى الضغط وV يشير إلى الحجم عند ازدياد الحجم والضغط على مدى فترة من الزمن وإذا كان القلب في حالة تامة من الانبساط ينتج لديكم هذا المنحنى ويرتفع هذا المنحنى عندما يقترب من النهاية وهذا بسبب امتلاء القلب بالدم وتسمى هذه النقطة نهاية الانبساط وهذا ما يعنيه اختصار ED من الاسم المختصر بالانجليزية EDPVR وهو يعني العلاقة بين الضغط والحجم عند نهاية الانبساط هذا ما يبدو عليه المنحنى كما ترون وسأحدد بعض النقاط على المنحنى بشكل عشوائي لديكم خمس نقاط على المنحنى سأرقم النقاط على المنحنى هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عند الانتقال من النقطة واحد حتى النقطة خمسة سترتفع طليعة التحميل وطليعة التحميل مرتبطة بالضغط وتعطيكم طليعة التحميل فكرة عن حالة الإجهاد لجدران القلب وبمعنى آخر ما هو إجهاد هذه الخلايا القلبية الصغيرة داخل الجدران تعلمون أنه كلما ازداد الإجهاد على هذه الخلايا تبدأ الخلايا القلبية بالتمدد سأوضح من خلال هذا الرسم التخطيطي البسيط كيف يكون ذلك افترضوا أن هذه الخلية تمثل النقطة واحد هذه تمثل النقطة ثلاثة وهذه تمثل النقطة خمسة هذا ما تبدو عليه الخلايا عندما تزداد طليعة التحميل حيث تظهر الخلايا بشكل متمدد ماذا يعني تمدد خلايا القلب وهو ما يحدث قبل الانقباض بالنسبة للانقباض؟ هذا ما فكر به كل من فرانك وستارلينغ ذلك يقودني للخطوة التالية من الشرح فكروا بهذه النقاط الخمس على المنحنة سأستعرضها معكم نقطة تلو الأخرى سأبدأ من النقطة واحد عند النقطة واحد تكون طليعة التحميل قليلة جدا لكن قبل ذلك سأرسم بعض وحدات الميوسين هنا وهذه هي رؤوس الميوسين حيث سأرسم عشرين رأسا على كلا الجانبين المهم هنا هو معرفة عدد الرؤوس التي تعمل أي التأكد من أن جميع الرؤوس تقوم بسحب خيوط الأكتين سأنسخ وحدة الميوسين عدة مرات لتوضيح ما أريد الآن قبل أن أبدأ سأكتب التسمية هنا سأرسم الأكتين باللون الأحمر حول الميوسين وهنا عند النهاية يوجد خط Z وهذا الشكل بأكمله هو جزء من القسيم العضلي الذي يعتبر الوحدة الأساسية في الانقباط والتي تكون محصورة بين خطي Z وهذان الخطان باللون الأخضر هما الرابط البروتيني الآن وبما أن طليعة التحميل في هذه المرحلة تكون قليلة جدا أو معدومة سأريكم كيف تكون هذه الجزيئات سيكون هناك الكثير من الأشياء المتراصة هذا هو الشيء الأساسي الذي أود أن أشير إليه لديكم هنا مشكلة طراص حيث أن هناك الكثير من وحدات الأكتين والميوسين المرتبة فوق بعضها البعض في الأعلى وفي الأسفل لكن هذا فقط كمثال للتوضيح السؤال هو كيف سيحدث الانقباط؟ هل تتوقعون وجود أي مشكلة؟ وما هو نوع القوة التي تتوقعونها؟ هل ستحصلون على الكثير من القوة؟ أم القليل منها؟ بمجرد النظر إلى الرسم الموجود أمامكم أستطيع ملاحظة بعض المشاكل تعلمون أن الهدف الأساسي هنا هو سحب خطي Z ليكون أقرب بشكل أكثر حيث يعمل الميوسين على سحب خيوط الأكتين وكذلك سحب خطي Z لكن لا يوجد مساحة هنا كما تلاحظون فكل الأشياء هنا متراصة والميوسين هنا على وشك ملامسة خطي Z ماذا تتوقعون أن يحدث؟ لن يكون هناك أي قوة انقباض في هذه الحالة بسبب مشكلة طراص الميوسين هذا يعني أن الميوسين منذ البداية يواجه خطي Z مباشرة وهذه هي المشكلة فإذا كان الميوسين بالفعل يقابل خط Z فإنه لا يوجد مساحة كافية حتى يقوم الميوسين بسحب خيوط الأكتين وتقريب خطي Z هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأكتين لأن الأكتين لديه قطبية خاصة به وهذه مسألة مهمة فهذان الجزئان من الأكتين الذين رسمت عندهما أسهما يختلفان اختلافا جوهريا والاختلاف يكمن في الاتجاه المحدد لعمل البروتينات وهذا ما يسمى بالقطبية أي أن الأكتين لديه قطبية ما يعني أن الميوسين لا يمكنه ببساطة الارتباط بأقرب جزء من الأكتين بل عليه الارتباط بالجزء المناسب من الأكتين على سبيل المثال هذه الرؤوس الأربعة المحاطة بالدائرة التي رسمتها يلزمها هذا الجانب من الأكتين وهذه الرؤوس الأربعة هنا في الأسفل يلزمها هذا الجانب من الأكتين لكن هاتين المجموعتين من الميوسين لا تعمل بسبب الحاجز الذي يشكله الجانب الآخر من الأكتين فهذه المجموعة هنا في الأعلى محجوزة بسبب هذا الجزء هذه المجموعة هنا في الأسفل محجوزة بسبب هذا الجزء من الأكتين بالتالي هناك حاجز مستمر من الأكتين يمكن القول أن هناك مشكلة تداخل الأكتين لديكم هنا بعض التداخل بين وحدتي الأكتين لكن هذه المسألة هنا تعتبر ثانوية لأن المشكلة الأكبر هنا هي مشكلة التراص بالتالي من ناحية القوة هل تتوقعون أي قوة هنا؟ الإجابة ستكون لا فالميوسين لن يعمل لأنه لا يوجد مساحة للعمل الآن في الحالة الثانية افترضوا أن هذه الأشياء تباعدت وأصبح هناك مزيدا من الاتساع مقارنة بالرسم في الحالة الأولى الآن في الحالة الثانية يختلف الرسم قليلا ومع أخذ مسألة القطبية بعين الاعتبار وسيكون الرسم كالتالي حيث يكون هناك مساحة أكبر بين الأشياء سيبدو الأكتين بهذا الشكل ومن الطرف الآخر سيبدو الأكتين هكذا الآن انظروا للرسم ماذا تلاحظون؟ لديكم زوجان من رؤوس الميوسين محتجزان فهذه المجموعة لا تعمل وأيضا هذه لا تعمل والسبب الرئيسي لهذا الحاجز هو مشكلة القطبية هنا وهناك مما يعني أن هذه الأجزاء من الميوسين لا يمكنها الارتباط ببساطة لأنه لا يمكنها الوصول للطرف الآخر من الأكتين الذي يفترض أن ترتبط به لذا هنا في هذه الحالة أربعة رؤوس مايوسين من أصل عشرين لا يمكنها العمل لكن بقية الرؤوس يمكنها العمل بشكل أفضل مما سبق في هذه الحالة يبقى لديكم بعض مشاكل تداخل الأكتين من ناحية القوة يمكنكم القول أنه يوجد نوع من القوة لأنه على الأقل تم حل مشكلة طراص الميوسين فالميوسين هنا غير متراص ويوجد متسع للعمل لذلك يمكنكم توقع بعض القوة في هذه الحالة لذا عندما يكون هناك انقباض توقعوا بعض القوة هنا من هنا فإن التباعد والاتساع في هذه الحالة يساعد في العمل الآن سأنتقل إلى الحالة الثالثة ما الذي يحدث عند استمرار تباعد الأشياء؟ يمكنكم القول الآن لدينا المزيد من المساحة لكي يعمل الميوسين ومشكلة الطراص التي تحدثت عنها سابقاً لم تعد مشكلة في هذه الحالة انظروا إلى الرابط البروتيني كيف أصبح كل تلك اللفات الحلزونية وكل هذه المساحة لحركة الميوسين بالتالي أصبح هناك مساحة كافية لسحب خطي Z لأن الميوسين لم يعد قريباً جداً منهما في هذه الحالة تم أيضاً حل المشكلة الأخرى وهي تداخل الأكتين فلا يوجد تداخل في هذه الحالة وهناك مساحة كافية للعمل والأكتين لا يعيق الميوسين من الارتباط بالجزء الآخر من ناحية المشاكل يمكنكم القول لا يوجد أي مشكلة في هذه الحالة ومن ناحية القوة يمكنكم القول هناك الكثير من القوة لأنه كل الرؤوس هنا تعمل الحالة الرابعة ستكون مشابهة للحالة الثالثة تماماً بالتالي سيكون نفس الأمر هنا لأن الذي سيحدث فقط هو ابتعاد أجزاء الأكتين أكثر وكذلك كل رؤوس الميوسين ستعمل ولن يكون لديها أي مشكلة من ناحية مساحة العمل لأن الاتساع هنا سيكون أكثر ويمتد الرابط البروتيني أكثر بالتالي تصبح خطوط زد أبعد من قبل بكثير بما أن جميع رؤوس الميوسين تعمل فلا نتوقع أي مشكلة مجدداً من ناحية المشاكل هنا فإنه لا يوجد أي مشكلة بالتالي سيكون هناك الكثير من القوة في الحالة الخامسة سترون ما الذي يحدث إذا ازداد التباعد أكثر سأوضح لكم على الرسم كيف يكون ذلك قد تتساءلونك كيف يمكن لهذا التباعد الكبير أن يحافظ على ارتباط الميوسين بخطوط زد تذكروا وجود الرابط البروتيني الذي يحافظ على ارتباط الميوسين بخطوط زد تبدو الأمور هنا جيدة من ناحية مساحة العمل لكن هناك مشكلة جديدة وهي أن الأكتين أصبح بعيداً عن المتناول فإذا كان الأكتين بعيداً عن متناول الميوسين فكيف للميوسين أن يؤدي وظيفته؟ وإذا لم يستطع الميوسين الارتباط بالأكتين فهل تتوقعون في هذه الحالة وجود أي قوة؟ سيكون الجواب لا نتوقع عدم وجود أي قوة بسبب الابتعاد الكثير لوحدتي الأكتين هذه فكرة شاملة عما يحدث عندما تزداد طليعة التحميل أي عندما تمتد الخلايا أكثر وأكثر فإن الأمور تبدو أفضل في البداية لكن بعد ذلك تصبح ممتدة للغاية الوضع الأمثل بين هذه الحالات الخمس سيكون لواحدة من هاتين الحالتين وهي الحالة الثالثة والرابعة حيث يكون هناك الكثير من القوة ولا يوجد مشاكل طراص للميوسين أو مشكلة بعد الأكتين عن متناول الميوسين أو مشكلة تداخل الأكتين الحالة الثالثة والرابعة هما الحالتان الأمثل من بين الحالات الخمس يمكنكم الآن أن تلاحظوا من منحنى طليعة التحميل كيف تؤثر طليعة التحميل على جودة عمل الأكتين والميوسين لتكوين قوة الإنقباض والعلاقة بين التمدد والقوة وهذه هي الأمور التي توصل إليها فرانك وستارلينغ منذ زمن بعيد وهكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر